من الطريفة أيها الإخوة أن شخصية جوحة حين درست طبعاً حولها خلافات ناشبة إلى اليوم في الدوائر الشرقية عنده الفرس وعنده الترك وعنده العرب وعند الغربيين في الدوائر الاستشراقية دراسات كثيرة جداً جداً وخلافات كما قلت ناشبة وشرسة قبره المشهور أنه بأقشهر في قونيا وجود هناك ومكتوب على شاهدة قبره أنه توفي سنت 386 حجرية بعضهم قال لا فالحقيقة هو توفي سنت 683 مقلوب الرقم تماماً لماذا؟ قال لأنه قال في نادر له قال أعيش بينكم في هذه الدنيا مقلوباً رأساً على عقد يشيء إلى هذا وكتبوا تاريخ وفاته مقلوباً قالوا تاريخ وفاته الحقيقي في القرن السابع الهجري ليس في القرن الرابع بعضهم قال لا قال لا 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 هي فعلاً 386 وعندك 300 زائد 80 زائد 6 وتساوي هذه بحساب الجمل حروف الشين والوا والفا شوافة فهو الرجل الذي شاف جوحة شاف مستبصر بعضهم قال تحتمل بالتضعيف أن نجعل منها شوّفة ليس مجرد شاف وهو شوّفة الرجل وهذه ربما تكون أدل يعني دلالة الرجل الذي كان لديه لياقة وقدرة أن يريك هو شافه يجب أن يجعلك تشوف كما شاف يجب أن يهزك كما قلنا يريد أن يغطمك يريد أن يستفز وعيك وهو قادر على هذا إن فهمته وانتبه أما إن ضحكت وهتززت لن تفهم شيئاً لأنك خفيف وهو كان يحب على أنه مزاح ضحّك لا يحب الناس الخفيفين يسميهم السفهاء يريد أن يكون ثقيلاً ويفهم العمق من خلال هذا السطح المازح الضاحك من خلال هذا السطح المازح الضاحك